عمر بناءً الآن على تدريبات المشتركة لو تطلعنا على حجم التعزيزات إن كانت البحرية أو الجوية في المنطقة نعم بالفعل القوات الفرنسية أعلنت أنها وهي هذه المنورات تجري بالقرب من جزيرة قبرص قوات فرنسية بثلاث مقاتلات رفال وفرقات فقرات لافاييت وطائرات عمودية أيضاً قوات فرقتتين من إيطاليا أيضاً تشارك في هذه المنورات وقوات عسكرية قبرصية وبالطبع قوات عسكرية يونانية وأيضاً هناك صور ظهرت على تغريدات في النت تقول أن هناك قوات تابعة للقوات اليونانية في المنطقة وهذا يؤكد أن اليونان وقبرص عازمان على أن يضعى تركيا جانباً وتكونها تحت الضغط المستمر وخصوصاً أن فرنسا تدعم الموقف اليوناني والقبرصي بشكل كبير والاتفاقية التي أجرتها اليونان مع كل الطرفين سواء مع مصر ومع إيطاليا اليوم وبعد حوالي ساعة من الآن سيبدأ التصويت والمصادقة على اتفاقية تحديد الحدود ترسيم الحدود مع مصر في البرلمان اليوناني وهذا معناه بالتصديق على هذا أنه سيتم إلغاء تلقائياً الاتفاقية التي أجرتها تركيا مع ليبيا والتي كانت تحوي على جزيرة كريت اليونانية طيب في ضوء التصريحات التركية الأخيرة عمر تركيا ستقوم إذن بتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر المتوسط طبقاً لهذه التصريحات ما الذي لحظته من استعداد يوناني هنا؟ نعم منذ يوم أمس أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متتساكت أنه القوات اليونانية على هبة الاستعداد وهناك كانت دعوة لقوات الاحتياطي للقوات المسلحة اليونانية وهي منتشرة بالفعل في أكثر من منطقة وخصوصاً في جزيرة كريت حيث قاعدة الجوية سودا وهي أهم قواعد الجوية بالنسبة لليونان وهذا معناه أن القوات اليونانية بشكل عام هي قوات البحرية لديها صيد كبير وهي من أقوى الدول التي لديها أساطيل وقطع بحرية في المنطقة ومن حيث النوعية وليس من حيث العدد ربما تتفوق على البحرية التركية لكن كل هذا يصب في مصلحة اليونان التي ترى أن تركيا تتحدث كثيراً وتطلق تصريحات كل ساعة تقريباً نسمع تصريح من هنا أو من هناك وزير الدفاع التركي أو الرئيس التركي وما إلى ذلك من هذا وكل هذا يتعامل معه اليونانيون بشكل هادئ أكثر بكثير وهو منذ قليل كانت هناك تصريحات وزير الدفاع التركي يقول أنهم يرحبون باليونانيين للحضور لإجراء محادثات مباشرة كل هذا لا ينصع لليونان اليونان هناك وزير الدفاع اليوناني بالفعل يحضر الآن الاجتماعات التي تجري في برلين لدول الاتحاد الأوروبي